في تعقيب لفريق المصباح عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية بمجلس وابدع فريق العدلة والتنمية إلى مراجعة شاملة لحكامة منظومة البحث العلمي بالمغرب حيث تم التأكيد على أن تمويل البحث العلمي بالمغرب غير كافي لمنثوب الصرف الهزيل للرصيد المقدري لصندوق تنمية هذا القطع القطع مع المختبرات الصورية في المؤسسات معالجة الإشكاليات التي تجعل جل الأساتد الباحثين لا يمارسون البحث إقرار الرقابة البعدية إعداد الخلف تحفيز الانخيرات الفعلي للنسيج الاقتصادي والاجتماعي عدم المراهنة على القطع العام لوحده للنهوض بالبحث العلمي وتمويله وفي معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس وخلق قنوات التواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين التنزيل الميداني للتعليم عن بعد أطمر دينامية داخلية بمختلف مسويات المنظومة وعلى المستوى البداغوجي بلغت نسبة الارتياح العامة لهذا النوع من التعليم 78% حيث أكد المستجوبون أن التعليم عن بعد مكن من تعزيز الانتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية في أفق إرساء هذه التجربة كمكمل للتعليم الحضوري فريق العدلة والتنمية بالغرفة الأولى أبرز أيضا أن الإجراءات المتخدة أنقذت السنة الدراسية رغم الملاحظات المسجلة بشأن التعليم عن بعد داعيا في مقابل ذلك الوزارة إلى اتخاذ كل التدابير الاستشرافية الكفيلة بتجاوز مخلفات هذه السنة الدراسية التي تأثرت بفعل جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر